السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا فيكم في حلقة يديدة ستي سكايلين والسلسلة اللي شارفت على الانتهاء لاننا نحن بك وخلصنا تقريبا كل شي بس الحين البروجيكت اللي ياي بيكون ميديكال سنتر لان انا احس ان عنا مشاكل فخلنا نبدأ انحطي اول الحلقة اللي اللي هم يبون لحظة كورت كيف كان نكتبها خلنا ناخذ الاسبلينغ هذا الميديكال كورت فيها يوان زين خلنا نكتب كورت هني ونبدأ نحطي محاكم وهي السوالف وهي الامور ومبنى مش صغير ابدا بس هذا اظن هني بيكون مكان احلى كورت هاوس مكان ابا ورا الحديقة بكسر الشوارع لكن ما ينفع 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 ما بحلو 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 ما اشتركوا في القناة 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 بس الطريقة اللي يقعد يعالج فيها الناس فضيعة يشل الف مريض حلو ونحن نباه يكون شوي سياحي فما بحطي هني ما بحطي هني أبقى حطي في حظن الناس اللي موجودة هني بس عن طريقة منه البحر فاذا بحطي اي ميديكال سنتر زي خلنا اشوف ويغطي مساحة شكل عدلة هاي يغطي مساحة عدلة اذا بالطريقة هاي حطي الميديكال سنتر عند مال السياحة بس خلوني اشل هذا لحظة هذا لأ بشلة من هنا لان هالمكان حلو حطي فيه ميديكال سنتر ممزين لو ان تحسونه مزحون بس عادي حس عادي ممزين انسكرة ابقى اصفع الميديكال سنتر اهني بس شو بسوي بعدل الارض ممزين بالطريقة هاي بسوي ميديكال سنتر عدل هذا باكسره صبركم هذا مينة ممزين بيركب عنا الميديكال سنتر يا جماعة الخير هني ممزين اشخلي نخلي مساحة فاضية شوي اوكي هذا الميديكال سنتر نفسه الميديكال سنتر الحين هذا لازم اكسره ممزين و اكمل المينة ما لي عدل نسبيا نعدل و ايب شارع صغير و حرام اصلا عند المحلات تجارية هاي نصهم راح اشلهم من هنا خلوني بدل الشارع الخايس رحضا رحضا خلوني بدل الشارع الخايس دقيقة دقيقة بابدل الشارع الخايس هذا و خلينا مجال حق شي مستقبلي انه نبدأ لانه في مرحلة بنوصل انا ياسي احطي وايد اشياء الحين بس بوصل مرحلة اعدل هاي الاشياء كلها خلنا نشوف هذا كلهم اتطوروا هاي الحرام عنده هاي العماير لأن هذا مفروض يكون رتش المدكال سنتر هذا يمكن يشل الجسر الياي لأن الجسر الياي بيكون من هنا هذا اللي قعد أفكر فيه حاليا يكون في جسر يديل من هنا خلنا كسر هاي اللي أصلا حرام يكونوا موجودين هنا وخلنا نشل هذا من هنا ونصف على أي مدكال سنتر لازم يكون في البروسوسينج هذا حلو نزيل نصف على هنا وأبا أطور هذا هنا وأبدأ مشروع جسر جسر صغير مش شوية صغير مش شوية صغير بس خلنا نشوف المجال البحر يسمح لنا في حديما هنا ما في حديما هنا في وين بينزل بينزل في جاوية المدينة واللي هو بيكون أكثر من ممتاز أسوي شبه جزيرة هنا مش جزيرة جزيرة شبه جزيرة على نفس مستوى هذا المكان بيبهني وخلنا نشوف النطاق البحر يمونا نطاق جوي براية نطاق البحر أهم شي وبنيب هذا بالطريقة هاي مربع قدر النفس جزيرة صغيرة بالطريقة هاي وهذا اللي راح يشل الكونكريت مونا طريقة هاي حلو وراح في ناس بتعترض على الشي هذا بس أنا أحس هذا الشي أفضل شي ما بقى أحطي جسر سيدة ما بقى أحطي جسر بدون هالسوالف منزل ونسوي بطريقة هاي نعدلة وابقى أسوي لبينت هذا كونكريت أوكي هذا من صنع البشر يبين من بعد كيلو صح منزل هذا راح يشل شارعين شارع الثنينة رايح الثنينة راد في نص المدينة ليش بيستوي عنا مركز في نص المدينة شغلتها شو المركز هذا طبي طبعا مجال البحري هذا الجسر بروح بنتبه عليها ما لدعي أنا أنتبه لو سمحتك كاراتويت مش وقتك نزيل بالطريقة هاي أوكي وبنفس الطريقة بنني وين مو عنا مشكلة بنسوي على دفعات بالطريقة هذي وبنسوي هذا بنفس الطريقة على دفعات بس ما بيسيب الطريقة هاي فخلوني أسوي بالطريقة هاي نفس الارتفاع نفس الشي اوكي نايس الحين هذا بنجلبه نزيل نزيل اوكي وبنحطي هني دوار نوعا ما بالطريقة هاي نما دوار يتوسط إلى ثنين اوكي بنشل الدوار من هني وبنني بالشارعين بالطريقة هاي هابا الشارع الاول وبالشارع الثاني بالطريقة هاي وهذا الشارع بيدخل دايركت عليهم اوكي الحين شو محتاج الوضع محتاج الوضع خلنا نبدلها تجاه الشارع اول شي ممزين الوضع محتاج شوية ترتيبات يعني هذا بيكون الطريقة هاي هذا بيكون الطريقة هاي شوي نوديه ذاك الصوب بعيد عنه هذا شوي نعدله هذا الدوار محتاج شوية انه يكبح جماحة نزيل نحر الصبر هذا دوار محتاج يرجع خذر الامكان دوار بدل ما هو الحين معفوس بالطريقة هاي شوي نفرشه بالطريقة هاي يمشي حالة يمشي حالة حاليا يمشي حالة واشوفوية شغلات عندي قامت ستوي حاليا اندي بنحقي الشارع هني بس مش هذا الشارع وهذا اول جسر وسطي يدخل المدينة وهذا ما بيحتاج دوار هذا بنوصل الى دايركت بالطريقة هاي شوفو الحين بيصير عندنا بس نميله شوي نسوي تقاطع بالطريقة هاي شوي يبيض على كلام واحد في التعليق هناك بالطريقة هاي استوى عندنا جسر وسطي يعني في نوع من انواع توزيع الزحمة مش امية في المية في مشكلة قمامة هني ترى المشكلة هذا ليش ما يوديه هناك عرفت انا هاي المشكلة اللي عندي ليش عندي الويست وانواعي تزايد لا هاي المشكلة اللي واجهها معاهم شوفو ممكن ما يتحملون الضغط اللي عليهم ما عرف هذا ينترس ما يوديه لمنو للترانسفير هذا الترانسفير فسلتي مفروض هو يوديه هناك فيه ما يهني فيه ما يهني خلا نحطي واحد يخدم المناطق كلها الحين عندي وايد مقاط زحمة ومش نقطة ولا نقطتين مقاط كثيرة للزحمة بس بشكل نوعا ما جيد دام دازال مدينة تعبر وكلهم بنفس الزحمة هاذا زحمتها ما خفت وهني زحمة معناه أصلا في حركة ضخمة بس شوفوا هني مثلا استود زحمة مرة ثانية ما عندنا مشكلة بس انا مشكلتي مع الحبيب هذا اللي ما يفضي هذا هذا مشكلة ثانية يعني شوفوا الحين يدق لأمبتي يروح يودي مكان ثاني ما عنده مشكلة يودي وبسرعة يفضي بس اذا يوديه هناك ما يوديه يمكننا لازم اغير مكانه تماما بس شوف كيف نشوف مفروض هذا الترانسفير ما لهم مشكلة مشروعهم فاشل مش ناجح حتى شوفوا هذا فل هذا فل وهذا شغال كم بالمية خلنا نشوف سبعة وخمسين تقريبا امية بالمية شغال فخلونا نزيد ميزانيته شوي نخلي امية بالمية خلي امية بالمية شغال كم سيارة بيستوي عنده بيستوي امية سيارة عنده خلنا نشوف ها الامية السيارة ولا هم يروحون للترانسفير فاسيليتي يروحون لازم تشوف كيف ميكانيكية تتشتغل إذا نعرف كيف ميكانيكية تتشتغل بنرتاح وايد المشكلة يحب في الميكانيكية كلها معادي ذلك عندنا ثمانية وخمسين الف شخص نحن ساكن نزيد بلاستيك شغبارة خمسة وعشرين في المية فل خمسة وعشرين في المية فل يخلونهم متساويين ها هذا شغبارة سبعة وربعين في المية فل معنا هذا اوكي خلاص هدام هذا ينتج انا عندي دخل عالي ما بو هذا ينقص عليه فالحينة بسوي شو عندي مصانع ثانية مصانع اللي تلاحظون ما ما حطيت فيهم حتى وقت وايد اني اسوي جماليات وهذا احسن مصانع ابا يدخلون فلوس ما عرف ليش نزيد بيتروليون ريفايناري هذا ما بنحطي هنا هذا كل منتجات اللي يباها ما بينه وما بين هذا الميتلز فبالتالي هذا راح نحشره في مكان نفس هذا مصانع اول شي كل العمال هني هذا ابسط شي مصانع ثاني شي نقدر نحطه هني ليش ما نحطه هني هذا اهم نقطة في الموضوع كله بنحطي شارع هني وهذا بكسره من هني خلاص بحطي شارع هني بس صبر خلنا حطي شارع صناعية ما بحطها الشارع حق البترول ما يستاهلون نزيد هذا التخاطع قم يوقفون عليه بس ما عليه وهذا مصنع البترول كيميكالز بيبا عند المعادن بس مفروض يكون قريب نزيد من ويسترانس في الفاسيليتي خلنا نحطي لهم واحد هني اللي هني مفروض يشتغل عدل نظريا اللي هني خلنا نحطي هني زين مفروض اللي هني يشتغل عدل يروح هداي لك هناك مو عنده مشكلة المفروض المفروض شوف شخبار هني هني زحمة يا الله الزحمة اللي استوت يمكن اكنسل هذا المشروع تصدقون بس بشوف كيف بيمشي معي لان بعد ابا سوي نقطة الدخول من هني زيادة للمدينة لان اللي هني راح زحمتها من من سويت هذا هني الناس موقعها ما تستعمل لأ سوري 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 بلغي هذا الشارع تماما بلغي تماما بيخرب للمدينة إذا خليتها لازم اذا بتسوي مشروع عديد شي يكون علينا ما شي اكتو عليها مصيبة خلنا نشلل السمنت من تحت اوكي بلغي من هنا خلهم خلهم يروحوا مكان ثاني ليون هني بيسوي لنا ازمة عالمية الدوار المطعود من زي خلا نحطي حطين البيترو كيميكالز اه كان هنا نزيل مكان قام بشتواية كبير ما قام بتلحق علي خلنا نحطي ماي اكيد بحطين مكان لي ما في ماي وبنحطي دامة مخزن حق متل وحق البلاستيكس كان يبصح اذا ما بقدر حطي جدامك بحطي حي سارك سويت مكان انا هني اقدر ما اقدر واحد اثنين انت شو تحتاج متل بلاستيك بتروليوم ثلاث مخازن الاخير لا تانكي لازم بلاستيكس بتروليوم بتروليوم هني بعدها يعني هذا بلاستيك بتروليوم هني ونقدر نحطي واحد ثالث هني ايوك شبه متأكد انا ومتلز حداية واللي مفروض يصلون بسرعة هني نظريا مفروض ما يتاخرون لبلاستيك كل شيء هني ويحتاجون حديد اوكي بايد ممتاز ها مفروض يبدأ انتاج بدأ انتاج اصرا في قطار في مدرشو في كل شيء والله في تغطية عليكم كلكم انا مش عارف هذا ليش ما يشتغل صح بس انا خاطر عارف هذا ليش ما يشتغل صح يبال اتبال اشوف شو سالفته بعدين على الحين هذا كيف يفصل امية في المية يشتغل امية شاحنة ثلاث ثمانين ساحن شغالة ويسا يسمون بروسس حكل شيء البروسوسينق اعلى من الرزير فويت معناه اكثر من ممتاز فالمشكلة اللي ناتجة في المدينة الحين ناتجة سبت هذين اللي ما قاعدين يسمون شغل همين صاروا هذين هذين هذا يمع خلا نشوف مكتوب مرة ثانية مرة زيادة نزين مكتوب ويست بروسسينق كومبلكس ويست بروسسينق كومبلكس هذا سؤالي فليش ما قاعد يجمع اللي موجود كل مكان نفسه هنا فبالتالي بحاول ازيد الميزانية مالتا عندنا وايد فلوس انزين انه يستعمل كم شاحنة بحاول اخلي استعمل كل الشاحنات اللي عندها الان بيستعمل كل شيء اذا بيستعمل كل شيء وبيفقني من حشرة القاربج والخمام وهي رلعزكم بنرتاح نحن نحن اللي بنرتاح لانهو لازم ييب فبالتالي بما انه عندي وايد شوارع ونابا الناس تستعمل هاي الشوارع فعندي شوارع بلاش في النص ان الناس بتستعمل شارع بلاش صح ببنت هذا ببنت كل اللي يبون فلوس شوفوا خلنا نسكرهم ونشوف الزحمة مرة ثانية كيف تتوزع لان اظن نهايين مسوي لنا شوي مشاكل في توزيع الزحمة لاني ما حطيت على كل من منافذ هاي شيء لازم نتذكره لو انا حاط على كل المنافذ اوكي بس انا مش حاط على كل المنافذ الفلوس تعرفه فخلنا نشوف هل هذا راح يخفف نطاق الزحمة الناس راح تستعمل هالمكان اكثر هاي وفي زحمة 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 جبارة على الصناعية هاي بس خلاص الحين اتمنى انهم مشكلهم يستعملوا هالشارع يستعملوا شوارع ثاني من باب المحبة من زين بنوسع الشارع هذا سلوب توستيب اوكي هالشارع وسعناه كجسر هذا وسيع هذا وسيع هالشارع بنكبره كجسر صناعية ها اوكي لا هذا ليش جسر صناعية لحظة خلنا جسر حلوها من زين فالحين المفروب انهم يروحون اسرع ما في فلوس ما بياخذون لفة عودة ما باهم ياخذون لفة كبيرة انا شوفوا شاحنات اكثر قامت تتلع معنى زين معنى وايد زين اوكي اذا بيجمعون الخمومة اللي موجودة بيكون نعمة الصراحة خلنا نشوف وايد عندنا ماكنة كلهم فل وقاعدين نستعمل كل شي عندنا نحن موارد كسيارات يعني الحين هذا ما اغلنا نفس الكهربا ما اغلنا بس اذا بدأ يستغل صح مثل ما انا اتمنى يجمع بيكون زين معنى قاعدين بوايد ترى بس اذا هو ما يمع من هذي نحن في ورقة هذه المشكلة الحالية انا لازم يشل من هذي منزين خلني اسوى شي ثاني او بجرب منزين بييب مال القاربج هذيله الجمع بفاصيلتي وبحطي عنده وحده هني وحده هني وبتشوف كم سيارة يستعملون هذيله إذا هذين بيروحون ييبون من برع وهو بيشيل منهم دايركت بيكون وايد زين معناه أقدر أسوي فاصيلتي ولا نطاق بروح حقه هني ومكان مركزي لأنه يجمع كل شيء مثلا هني مش ورا الجامعة لا او هني او هني هني مكان حلو بعد لأنه هني يقدر يطلع برع الشارع العام ولا مش مكان اوكي صناعية لازم تنفي طرف واحد اوكي صناعية لازم تنفي طرف واحد يعني الحين الهدف ان هذا لحظة خلنا نشوف هذا وين بيروح من زين تبع السيارة من وين هذا اللي بنشوفه خلنا ندعى شوي من وين بايش دوار تحت بيخطف من تحت الجسر بيكمل السيدة بيروح الشارع العام خير الخط اللي عنده فمعناه لازم ان اقرب لما الوضع. هل تقول بيلف مين ولا لا سيدة اعرف من وين بيجمع الحين خلاص بياخذ يوتير من على الجسر اوكي ايهني هاي وين هادا اي مدينة اوو ما شار يالس يجمع من الفريج يالس يمع من الفريج وين قاعد يلفلف هذا الذكي هذا لا هذا مبعدل وين قاعد يروح الغبي العبيت والله عبط هذا اذا بيسويه بالطريقة هذا عبط اه بيكون عبط اتمنى ما المرور كان معي وكان عندي اللي كنترول ما الاشايرة المرور انا شو اخلي يروح شوف الزحمة اللي هني ممزين هذا معناه هني يحتاج الى تعديل المكان اصلا شوفوا شوف شوف كم قضى وقته هني بايو فيول قارب اشترك ممزين لا تقول لي بيرجع بعد ما اجمع اثنين في الامية اثناش في الامية اثناش في الامية خمسة وثلاثين في الامية جمع من الصناعية ايوه اذا جمع من الصناعية منو يشل من هذيل هذا الكم بالامية يعني نظريا هاي الموقع يشل من هذيل صح هذا معناه لازم اجمع معنا هات تركت في مكان قريب عليه هذيل يبالهم مراقبة ودراسة يبالهم مراقبة ودراسة صراحة يعني اوكي هو الحين بيجمع الخمامة لكن هل في حد بيهني يشل منهم ولا هني ما في صح بيطرشهم دايريكت شوي عبط في الموضوع احس مش صح لان المفروض دام هذا موجود يجمع الاولوية حق هذا شوف ما حد قاعد يجمع من هذا فهذا اللي مكتوب انه مفروض يسويه فبالتالي تجمع النواية كميات الحين هنا في اماكن ما لها داعي تتجمع فالوضع بيض من الاخر اقول كميات بيض وضع هذا حسنا حسنا هذا مخبر مصنع البتروليوم شغال والله شغال بعد ينتج ما في حيلة هل بنبني بنلحق نبني شي لا ما بنلحق نبني شي او بحطي شي ما بحطي شي تقريبا نحن نهاية السلسلة اذا بسوي شي بتكون خلال حلقة حلقتين خلصت السلسلة وخلاص يعني انا بقولكم هذا من افضل ما يمكن شوفوا فيه طلاب هنا وقام يغطي التكلفة المالتاة يمكن يغطي تكلفته هو المدارسة الحين دا مع 10.000 التكلفة العامة للدراسة مع المدارسة 24.000 وهذا يدخل 37.000 يحسب كل التكلفة زائد 3000 هنا اوكي ممتاز يعني ممتاز كان الطلاب يجمعون فيه شوي 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 1800 حلقة يا جمعة الخير مع شوية تخبيصات نشوفكم في الحلقة القادمة على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته